أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين والمتابعين معانا على القناة وكمان أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين إلا لسه بيشوفوا القناة الأول مرة ونقول للجميع أسعد الله منامكم النهاردة مع بعض هتكلم عن تفسير جديد من الرؤى في المنام وهو رؤية إطعام القطط في المنام أو أن حد يشوف أن هو بيأكل القطط في المنام لأن في ناس كتير قوي بتسأل عن تفسير رؤية دي إن شاف أنه هو بيأكل القطط في المنام وعايز يعرف إن كانت الرؤية محمودة ولا لأ وإن شاء الله سبحانه وتعالى هتكلم عن التفسيرات المحمودة فقط لأن شعار القناة أسعد الله منامكم وبالتالي اللي يشوف رؤية في المنام إنه بيأكل القطط في المنام فالرؤية هنا دلالة ليه إنه في الواقع إنه إنسان خير وبيعمل المعروف للناس من غير ما ينتظر منهم أي مقابل وكمان رؤية إطعام القطط في المنام لأي حد دلالة ليه إنه إنسان نقي وغير حقود على الناس ولا بيحسد أي حد في الواقع وكمان دلالة على شفافيته وإنه إنسان مقدام لمساعدة الناس والله سبحانه وتعالى أدره وأعلم وأسعد الله دائما منهمكم طيب ونقول كمان إنه أي حد يشوف رؤية في المنام إنه بيأكل قطط صغيرة فالرؤية هنا دلالة وكمان بشرة للرأي بإن فيه أخبار سعيدة وصرة جاية ليه في الطريق والبشرة دي عبارة عن تحقيق أمنيات للرأي أو تحقيق أهداف وطموحات ليه في الواقع وكمان برضو اللي يشوف رؤية في المنام إنه بيأكل القطط الصغيرة فالرؤية هنا دلالة للرأي على زوال كل الأمور الصعبة اللي كانت بتعوقه في حياته الواقعية وبرضو رؤية الرأي في المنام إنه بيأكل القطط فالرؤية دلالة للرأي على راحته في حياته في الفترة المقبلة وبالأخص حياته الزوجية وكل اللي حاسس بعدم استقرار في حياته في الواقع وإن حياته متقلبة ومتغيرة وشايف رؤية في المنام إنه هو بيطعم القطط فالرؤية دلالة ليه على كرب السكينة والهدوء فحياته الاستقرار فيها والله سبحانه وتعالى أدره وأعلم وأسعد الله دائما منهمكم ونقول كمان اللي يشوف رؤية في المنام إنه هو بيأكل القطط فالرؤية ديه دلالة ليه إنه في الفترة المقبلة عليه هيحصد أو هيجمع أكبر قدر من الحسنات وهيكون ليه ثواب كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى ونقول برضو إن أي رجل بقى متزوج وليه أسرة من زوجة وأبناء وشاف رؤية في المنام إنه هو بيطعم القطط في المنام فالرؤية ديه دلالة ليه إنه إنسان يستطيع بالفعل تحمل المسئولية وإنه في الواقع لن يقصر في مسئولياته اتجاه أسرته وبرضو رؤية اطعام القطط في المنام لأي حد فالرؤية هنا دلالة للرأي على إن الفترة المقبلة هيعيش في سعادة وفي رفاهية وبرضو أي حد يشوف رؤية في المنام إنه هو بيأكل القطط بس هنا هقول إنه بيأكل قطط لونها أبيض فالرؤية هنا دلالة ليه على إنه في الفترة المقبلة هتكون ليه إنجازات كتير إيجابية في حياته وكلها بتدل على الخير زي مثلا إن كان الرأي طالب أو طالبة وشاف رؤية في المنام إنه هو بيأكل قطط بيضاء اللون فالرؤية دلالة ليه على تفوقه في دراسته وكمان إن كان الرأي تاجر أو رجل أعمال وشاف إنه هو بيطعم القطط البيضاء في رؤية في المنام فالرؤية هنا دلالة ليه على ربحه في تجارته ونجاح جميع مشاريعه والله سبحانه وتعالى أدره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم وكل واحد في الدنيا في الواقع شاي الهم كبير وشاف رؤية في المنام إنه هو بيأكل القطط فالرؤية دي هنا دلالة ليه على زوال كل الهم ده مهما كان الهم ده كبير على الرأي زي مثلا القب اللي شاي الهم هيدفع مصاريف المدارس عياله منين أو الأموال اللي معها خلصته لسه الشهر مخلصش وشاف إنه هو بيطعم القطط في المنام فالرؤية هنا دلالة ليه إنه ما يشيلش هم وربنا سبحانه وتعالى هيرسل ليه العون والمساعدة علشان يسد حاجته ويزول الهم الكبير اللي شاغل باله وكمان المرأة المطلقة اللي طالقها ما بيصرفش عليها وملهاش أي مصدر رزق أو دخل وشافت رؤية في المنام إن هي بتأكل القطط في المنام فالرؤية هنا دلالة ليها على إن ربنا سبحانه وتعالى ما بينساش عباده إن الرزق والخير جايين لها في الطريق وهتخرج من المحنة اللي هي فيها وزوال كل ما يعكر صفة حياتها والله سبحانه وتعالى قدرة وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب وهنبدأ نشوف بقى الفتاة العزباء لما تشوف رؤية في المنام إنها بتأكل القطط في المنام فديه دلالة ليها إنها هتبقى إيه قبل التفسير بس أحب أقول إن القطط في الرؤية دي ما ينفعش تبقى قطط شرسة لازم تبقى قطط أليفة علشان تبقى الرؤية جميلة ومحمودة وكمان لازم تكون الرؤية إما قطط صغيرة أو قطط ذكور وبالتالي هنا هيبقى التفسير ليه معناين أول معدى إن كانت الفتاة العزباء مخطوبة أو تعرف شخص في الواقع مقدم على خطوبتها فالرؤية دلالة ليها على صدق الشخص ده فعلا معاها في شعوره تجاهها وكمان إنه إنسان جيد وكمان بيحبها أما بقى إن كانت الفتاة العزباء غير مخطوبة وشافت إنها بتأكل قطط أليفة في رؤية في المنام فالرؤية ليها دلالة على إن صديقاتها اللي حواليها بيحبوها فعلا وصدقين معاها في شعورهم اتجاهها وإنهم ليس من الأصدقاء المنافقين وكمان برضو إن الفتاة العزباء التي تعمل في الواقع في وظيفة وشافت رؤية إطعام القطط الأليفة فالرؤية دلالة ليها على إنها ستنجح في عملها وإنها قربت على ترقية لها في العمل والله سبحانه وتعالى أضره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم ونبدأ بقى ونشوف المرأة المتزوجة وإن شافت رؤية في المنام إنها بتأكل القطط بس كانت داخل منزلها فنقول بقى هنا إن الرؤية دلالة ليها على حب زوجها وأبنائها ليها وكمان إنها تستطيع تحمل لمسؤولية الأسرة فعلا وعدم مقدرة أفراد أسرتها الاستغناء عنها وكمان دلالة ليها إنها بالفعل سعيدة بتحمل المسؤولية دي أما بقى إن المرأة المتزوجة وشافت إنها بتطعم القطط بس كان أمام المنزل مش داخله فالرؤية هنا دلالة ليها على حب جرانها ليها ودلالة ليها على العلاقة الحسنة بينها وبينهم في الواقع أما بقى إن المرأة المتزوجة إن شافت رؤية في المنام إنها بتأكل القطط في منزلهم الأديم فدي دلالة ليها إنها برب والديها وبتحسن التعامل معهم طيب نشوف المرأة الحامل وان شافت رؤية في المنام انها بتأكل القطط فالرؤية هنا دلالة لها انها ما تخفش من فترة الحمل المتبقية لها وان ان شاء الله سبحانه وتعالى هتعدي عليها بخير وبأمن وسلام وانها هتكون بصحة جيدة بعد الولادة هي والمولود والله سبحانه وتعالى قدره واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب نتكلم شوية بقى على نوعية الاكل او الطعام اللي بنطعم به القطط في المنام واهم حاجة ما يكونش بنطعم القطط في المنام سمج طيب بنقول بقى ان شاف اي حد رؤية في المنام ان هو بيأكل القطط بس الاكل كان طمر فدلالة ليه على خروجه من فقره المادي وحصوله على اموال كتيرة ممكن تكون شبه صروة وكمان ان كان الرأي مديون في الواقع وشاف ان هو بيأكل القطط طمر فالرؤية دي دلالة ليه على قرب سداده ديونه وفيه فترة قريبة جدا مش بعيدة وكمان الانسان المريض في الواقع بمرض يمنعه من الحركة او انه ينزل يعمل او انه هو يجري معنى صح على اكل عيشه وشاف انه بيأكل القطط في رؤية في المنام وكان نوع الاكل عبارة عن طمر فالرؤية هنا دلالة ليه انه هيتعافى ويشفى من مرضه وكمان هيقدر على الحركة مرة تانية وهيجري على اكل عيشه وعلى رزقه وبصفة عامة ان اي حد شاف ان هو بيأكل القطط في المنام وكانت انسى فدلالة ليه على الخير والبركة والرزق والفرح والسعادة بس هنستسنى هنا من الرؤية دي الفتاة العزباء ونقولها ما تشفيش انك بتأكل قطط تكون انثى والله سبحانه وتعالى ادره واعلم واسعد الله دائما منامكم وتمام كده اشكركم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته